الكرينيام بتتكون من 8 عظام ودرهم انهما بيحوية المخ علشان يحموه من الصدمات وال8 عظام دول فيه منهم مزدوج يعني بيتكون من رايت وليفت وفيه منهم عظام مفردة العظام المزدوجة هو البرايتال بونز والتيمبرال بونز والعظام المفردة هما الفرونتال بون والإسمويت بون والإسفنويت بون والأكسيبتال بون عظام الكرينيام عمتاً بتنقسم لطبقتين طبقة خارجية الإكستيرنار لير وطبقة داخلية الإنتيرنار لير وموجود ما بين الطبقتين نسيج إسفينجي أو نسيج مسامي بيطلق عليه اسم ديبلون قاعدة الكرينيام بتتكون من ثلاث خفر أو سري فصة وهما الأنتيريور والميدل والبستيريور الأنتيريور كرينيال فصة أو ما يطلق عليها باسم الفرونتال فصة بتتكون من الفرونتال بون والإسمويت بون والليزر وينج أو فيسفنويت بون وبتحتوي على الفرونتال لوبس أوفزا برين اللي هو الفص الأمامي للمخ والميدل كرينيال فصة أو ما يطلق عليها باسم التيمبر الفصة بتتكون من البادي والزاسفنويد والتمبر البونز وبتحتوي على كل من البتويتر جلاند والحيبوثالمس والتمبرال لوبس أوفزا برين والبستيريور فصة أو ما يطلق عليها اسم انفراتينتيريور فصة بتتكون من التيمبرال بونز والأكسيبتال بون وبتحتوي على السربيلم والبرينستيم بجميع أجزائه والمكان اللي بيتصل فيه عزام الكرينيام مع بعضها بيطلق عليها اسم السوتشر وده يعتبر المفصل اللي بيتصل من خلاله عزام الكرينيام مع بعضها وأشهر السوتشر الموجودون في الكرينيام هو السجد السوتشر وده اللي موجود ما بين الرايد بريتال بون والليفت بريتال بون والكورونال سوتشر وده السوتشر اللي موجود ما بين البرائتال بونز والفرونتال بون واللمضويت سوتشر ده السوتشر اللي موجود ما بين البرائتال بونز والأكسيبتال بون والسكومة السوتشر هو ده السوتشر اللي موجود ما بين البرائتال بونز والتمبرال بونز البرائتل بونز هي أكبر عزام اللي سقل وهي عزام من النوع المزدوج يعني فيه من هرائت وليفت والبرائتل بونز بتكون الجانبين العلويين من الكرينيوم وبيفصل ما بين الريت برائتل والليفت برائتل سويتشر اسمه سيجيتل سويتشر والبرائتل بونز بتتصل من الأمام بالفرونتل بون عن طريق الكرونال سويتشر وبتتصل من الخلف بالأكسيبتل بون عن طريق لمدويت سويتشر وبتتصل بالتمبرال بون من أسفل عن طريق الأسكوماس سويتشر ومن أهم علامات أولاند ماركس الموجودة في البرايتل بونز هو وجود الفيرتكس والفيرتكس هي أعلى نقطة في الكرينيوم وفي الأسكال عمتا وهي أعلى نقطة بيتصل فيها عزمتي البرايتل مع بعضهم ده غير أن كل برايتل بون بتحتوي على بروس في المنتصف بيطلق عليه اسم برايتل إيميننس وبيتم معرفة عرض الكرينيوم من خلال إياس المسافة بين كل برايتل إيميننس في كلا الجانبين والعلامات البرزة والحفر أو القنوات الموجودة على السطح الداخلي للكرينيوم واللي منتشرها بشكل خاص على السطح الداخلي للبرايتل بون سببها هو تطابك المنينجيال فيسلز والسريبرا الجيراي أو السلقاي اللي هي الأوعية الدموية السحائية وتلفيف وأتلام المخ الفرونتل بون من العظام المكونة للكرينيوم ومن حيث نوعها فهي عظام منفردة يعني لا فيه من هرايت ولا ليفت والفرونتل بون بتتكون من جزئين جزء فيرتكل عمودي وجزء هورزينتل أفقي الجزء العمودي بيطلق عليه اسم سكوماس بورشن وبيشكل الفورهيد أو ما يسمى باسم الجبين اللي هو مقدمة الكرينيوم والفيرتكل بارت بيحتوي على الفرونتل ساينسيس اللي هي الجيوب الأنفية الأمامية واللي موجودة على كل جانب من جانبين الميتساجتال بلين ومن أهم علامات أولند ماركس الموجودة في الفيرتكل بارت للفرونتل بون هو وجود السوبرسيلياري أرشيز أو ما تسمى بالأقواس الحجابية والأقواس الحجابية عبارة عن بروزين عظميين موجودين فوق منطقة الأوربت وبيتصلوا ببعض من خلال منطقة برزة للأمام بيطلق عليها اسم جلابيلا أما الجزء الثاني الفرونتل بون اللي هو الهورزينتل بارت بيطلق عليه اسم أوربيتال بليت اللي هو سقف الحجاج والجزء الأفقي للفرونتل بون بيعتبر المكون الرئيسي للأنتيريور كينينيا الفوسة اللي هي الحفرة الدماغية الأمامية ومن أهم علامات أولندي ماركس الخاصة بالجزء الأفقي هو وجود الصبر أوربيتال فورامين أو الصبر أوربيتال نوتشيز وهي عبارة عن سقوب موجودة فوق كل أوربيت بيمر منها الصبر أوربيتال نيرف اللي هو العصب الفوق حجاجي وبرضه من أهم علامات الجزء الأفقي للفرونتل بون هو وجود منطقة ما بين الأوربيتال بليت بتسمى باسم أسمويد نوتش ودي المنطقة اللي بتستقبل الكريب ريفورم بليت الخاص بالإسمويد بون واللي هنوضحه أكتر في الجزء بتاع الإسمويد بون الإسمويد بون العزم الغربالي أو العزم المصفاوي في الأول إحنا بحتاجين نعرفه هو ليه يتسمى باسم العزم الغربالي أو المصفاوي وده لأنه بيحتوي على سقوب كتيرة بيتخليه على شكل مصفا أو غربال والسقوب دي وظيفتها أنه بيمر منها الألياف الخاصة بالعصب الشمي والعزم المصفاوي هو أصغر عزام الكرينيا البونز ومن حيث نوعه فهو عزم أمبيردي يعني غير مزدوج عبارة عن قطعة واحدة مفيش منه لا ريت ولا لفت ومن حيث الموقع فهو موجود في الأنتريور كرينيا الفص والعزم المصفاوي بينقسم لثلاث أجزاء جزء أفقي هوريزينتال بارت وجزء عمودي بيرتيكال بارت وتولاترال ماسز أو تولاترال لابرينسز كتلتين موجودين على الجانب الهوريزينتال بارت أو الجزء الأفقي بيطلق عليه اسم الصفيحة الغربالية كريب ريفورم بليت وهي دي الصفيحة اللي بتحتوي على السقوب اللي بيمر منها الألياف الخاصة بالعصب الشمي والعصب الشمي هو العصب الأول من العصاب الدماغية ومن حيث نوعه فهو عصب حسي والكريب ريفورم بليت بيخرج من منتصفها نتوء عظمي بيتجه لأعلى بيطلق عليه اسم كريستا جالي والكريستا جالي بيتصل بالفالكة السريبري اللي هو المنجل المخي الموجود بالنصفي المخ وبالتالي بيكون دور الكريستا جالي هو تثبيت المخ في منطقة الانتيريور كرينيا الفوسة عن طريق اتصاله بالفالكة السريبري نيجي بعد كده للجزء الثاني من العزم المصفاوي وهو الvertecal bird واللي بيطلق عليه اسم بيربينديكولر بليت وهو عبارة عن نطوء عظمه بيخرج من أسفل الكريب ريفورم بليت علشان يكون النزل سيبتم اللي هو الحاجز الأنفي الجزء الثالث والأخير من العزم المصفاوي هو التولاترال ميسز أو لابرينسز والكتلتين دول بيكونوا على الجانبين حاجة اسمها الصفيحة الحجاجية للعزم الغربالي لامنا بابريشيا واللي بتكون جزء من الجدار الداخلي لحجاج العين ده غير ان الكتلتين دول بيحتوي على الخلايا الهوائية الحجاجية اللي هما الجيوب الأنفية واللي اسموهم اسمويد ساينس وأكبر الجيوب الأنفية دي بيكون اسمويد بولا اللاترال ميسز بيبرز منها نتوئين على شكل حلزوني بيطلق عليهم اسم سوبيريور وميدل نازل كونكي أو نازل تيربينيتس ده غير انهم بيحتوى على الأنسينيت بروسيس واللي بيكون موجود بينه وبينه الاسمويد بولا علامة من أهم علامات البرانيزل ساينسز وهو عبارة عن جروف بيطلق عليه اسم انفانديبولام العضم الواتدي أو ما يسمى باسم الاسفنويد بول هو أحد العظام المكونة لقحف الجنجمة أو لقبة الجنجمة اللي هي الكرنيم والاسفنويد بول هي من العظام المنفاردة اللي هي غير مزدوجة يعني يوجد منها قطعة واحدة فقط من حس الشكل فالسفنويد بول على شكل فراشة بتمتد بشكل كامل خلال الحفرة الدماغية الوسطى أو ما تسمى باسم الميدل كرنيا الفصة وبالتالي بتكون جزء كبير من قاعدة الجنجمة والعظم الواتدي هو حلقة الوصل بين عظام الكرنيم لأنها العظمة الوحيدة اللي بتتصل بجميع عظام الكرنيم تعالوا بقى نشوف تكوين العظم الواتدي العظم الواتدي بيتكون من ثلاث أجزاء البادي أو الجسم ليزر وينجس أو الجناحين الصغيرين والجريتر وينجس أو الجناحين الكبار جسم العظم الواتدي بيحتوي على حفرة صغيرة اسمها السلة تيرسيكا بالعربي يعني السرج التركي واللي بتحتوي على الهايبوفيسز أو البتويترينكلاند اللي هي الغدة النخمية تحت السلة تيرسيكا بيبقى موجود تجويفين مليانين بالهوى اسمهم السفنويت ساينسيسز اللي هما الجيوب الأنفية الواتدية الجدار الأمامي للسلة تيرسيكا اسمه توبركولام سيلي والجدار الخلفي للسلة تيرسيكا اسمه دورسام سيلي واللي بيمتد إلى الخلف هو بينتهي ببروزين اسمهم بستوريير كلينويت بروسيسز والجزء التاني من العضم الواتدي اللي هو الليزر وينجسز أو الجناحين الصغيرين كل جناح منهم بيكون على شكل مسلس وبيتصلوا بالجزء العلوي من جسم العضم الواتدي وبيكون كل جناح في النهاية بروز اسمه انتيريور كلينويت بروسيسز واللي بيبقوا على محازاة مع البستوريير كلونويت بروسيسز علشان بيتصل بهم حاجة اسمها تنتيريوم سيربيلاي اللي هنعرفها كويس في كرس المخ من آخر العلامات المميزة للليزر وينجس هو انهم بتمر منهم الأوبتيك كنال ودي القناة اللي بيمر منها كل من الأفصال ميك أرتري والأوبتيك نيرف نيجي بقى بعد كده للجزء الثالث والأصعب من العزم الواتدي وهو الجريتر وينجس أو زاسفينويت بون واللي بيمتده على الجانبين كل جانب منهم بيحتوي على ثلاث سقوب علشان يمر منهم العصاب والأوعية الدموية والسقوب دي هم الروتندان فورامين والأوفال فورامين والسبينوسان فورامين وكل جناح من الأجناحة الكبرى بيمتد منه بروز لأسفل اسمه تيريجويت بروسيس بيحتوي في أوله على قناة أو سوق باسمه تيريجويت كنال أو الفيديان كنال واللي بيمر منها البتروسل نيرف والتيروجويت بروسيس أثناء امتداده الأسفل بينقسم لجزئين جزء داخلي ميديا التيروجويت بليت وجزء خارجي اللي هو لاترال تيروجويت بليت بتتصل بيهم التيروجويت ماسلز واللي بتشارك في حركة الفك السفلي عدم مؤخرة الرأس أو العدم القزالي أو ما يسمى باسم أكسيب تالبون الأكسيب تالبون بيحتل الجزء الخلفي والسفلي من الكرينيام اللي هي قبة الجمجمة وبالتالي بيكون الحفرة الدماغية الخلفية اللي هي بوستيريور كرينيال فوسة وبيحتوي على السوق العظيم اللي هو فورامين ماجلم والأكسيب تالبون هو أحد العظام الغير مزدوجة المكونة لكوبة الجمجمة بيتكون الأكسيب تالبون من أربع أجزاء أول جزءين هم الأكسيب تالقوندايلز والجزء الثالث هو البازلر بارد والجزء الرابع هو السكويماس بارد الأكسيب تالقوندايلز بيمتدوا الأسفل وبيتصلوا بأول فكرة عنقية واللي اسمها أطلس فبيتكون نتيجة اتصالهم مفصل اسمه أطلانتو أكسيب تالجوين وعلى الجانب الخارجي والأمامي لكل أكسيب تالقوندايل بيكون موجود قناة اسمها هيبوغلوسة الكلال ودي اللي بيمر منها العصب الاثناشر اللي هو هيبوغلوسة النيرف الجزء الثالث هو البازلر بارد أوفوكسيب تالبون موجود أمام الفورامين مجنم وبينحدر الأعلى وبيتصل بالجدار الخالفي للسلة ترسكة اللي هو دورسام سلي وفسفنية بون والمنحدر ده بيكون اسمه كليفاس أما الجزء الرابع من الأكسيب تالبون هو السكويماس بارد وده بيكون الجزء المنحاني للخلف أعلى الفورامين مجنم وبيتصل بكل من البرايتل والتيمبرال بونز والسكويماس بارد بيحتوي على سطح بارز للخارج اسمه إكسترنال أكسيب تالبروتو برينز أعلى نقطة فيه بيطلق عليها اسم إنيون وفي الجهة المقابلة من السطح الداخلي بيكون فيه بروز اسمه إنترنال أكسيب تالبروتو برينز آخر عظام الكرينيام هو التيمبرال بونز العضم الصدغي والعضم الصدغي هو عضم مزدوج فيه منه قطعتين رايت وليفت بيتحد التيمبرال بونز مع الاسفنويد علشان يكونوا الميدل كرينيا الفوسة اللي هي الحفرة الدماغية الوسطى نتكلم بعد كده عن التكوين التيمبرال بونز بتتكون من أربع أجزاء سكويماس بارد وتمبانيك بارد ومستويد بارد وبيتراس بارد السكويماس بارد بيمتد الأعلى علشان يكون الجدار الجانيبي للكرينيام وبيمتد من السكويماس بارد بروز متاجه للأمام اسمه زيجوماتيك بروسس بيتصل بالزيجوماتيك بون اللي موجود في عظام الوجه فبيتكون الزيجوماتيك أرش في بداية الزيجوماتيك بروسس بيحتوي على حفرة صغيرة اسمها مندوبولار فوسة ودي الحفرة اللي بيتصل بيها الكونديلويد بروسس أوفزا مندوبول علشان يكونوا مفصل التيمجي اللي هو تيمبرو مندوبولار جوينت الجزء التاني من العظم الصدغي هو تيمبانيك بارد وده موجود تحت الاسكويماس بارد وبيحتوي على الإكسترنال أودتريميتس اللي هي فتحة الأزن الخارجية واللي اختصارها EAM موجود خلف التيمبانيك بارد الجزء التالت من العظم الصدغي وهو الماستويد بارد واللي بيحتوي على بروز على شكل أمع اسمه ماستويد بروسس بيكون على شكل أمع لأنه بيحتوي من جواه على خلايا هوائية اسمها ماستويد إيرسيلز وبيحتوي على جزء مهم اسمه ماستويد أنترام هنفهمه كويس في كلامنا عن تركيب الأزن نيجي بقى بعد كده الجزء الرابع والأهم في أجزاء العظم الصدغي وهو البيترس بارد أو ما يطلق عليها اسم العظم الصخري وده عظم قوي جدا لأنه بيحتوي من الداخل على التراكيب والأنسجة الرخوة الخاصة بالأزن الداخلية والوسطى والبيترس بارد بيبقى على شكل هرم بيتكون من ثلاث أسطح السطح الخلفي بيبقى عبارة عن الجدار الأمامي للحفرة الدماغية الخلفية وبيقع ما بين الاسفنويت بون والأكسيب تلبون وبيحتوي في منتصفه على فتحة الأزن الداخلية اللي هي انتيرنال أودوتريميتس واللي بيمر منها العصب السابع والثامن من العصاب الدماغية ده غير برضو أن الجدار الخالفي للبيترس بيحتوي على فتحتين الفتحة الأمامية اسمها كاروتت كنال ودي اللي بيمر منها الانتيرنال كاروتت أرتري والفتحة الخلفية اسمها جاجولار فورامين ودي اللي بيمر منها الانتيرنال جاجولار في الجاجولار فورامين بتتضخم وبتكون فصة اسمها جاجولار فصة واللي بيمتد منها للأمام ممر أو شرخ صغير اسمه بيترو أكسيبتال فشر وده اللي بيفصل ما بين البيتراس بارت أفزا تيمبرال بون والفورامن ماجنم أفزا أكسيبتال بون أما السطح الثاني للهرم وهو السطح السفلي للبيتراس بارت بينتهي ببروز طويل اسمه ستايلويد بروسس واللي بيتصل بمعظم عضلات اللسان وبرضه بيتصل بأربطة الهيويد بون بيفصل الستايلويد بروسس عن المستويد بروسس فتحة اسمها ستايلو مستويد فورامن والفتحة دي هي اللي بتكون في النهاية الفاشيال نيرف كنال نيجي بعد كده لفتحة مهمة موجودة بين جسم الستايلويد بون وبين قمة الهرم الخاص بالبيتراس بارت والفتحة أو القناة دي اسمها فورامن لاسرم والفورامن لاسرم بتحتوي على غضروف وبتسمح بمرور الانترنال كروتد ارتري الى داخل الكرينيوم تاني جزء معانا من كورس الاسقل هو الفاشيال بونز عزام الوجه واللي بتتكون من 14 عضل ومن الصعب التمييز ما بينهم بسبب حجمهم الصغير والمتقارب من بعضه ده غير شكلهم الغير منتظم وعظام الوجه كلها عظام مزدوجة معادة عظم الفك السفلي اللي هو ماندبل والفومربون دول عظمتين منفردين بتبقى عبارة عن نحية واحدة بس اما العظم المزدوج من عظام الفاشيال بونز فيبو نازل بونز واللاكريم البونز والبراطاين بونز والمكزيلر بونز والزيجوماتيك بونز والانفيرو نازل كونكا الفك السفلي او ما يسمى باسم ماندبل هو اكبر عضمة في عظام الوجه وهي العضمة الوحيدة المتحركة في عظام الجمجمة بيتكون الماندبل من جزء اين؟ جزء عمودي وجزء افكي بيتواجد ما بينهم زاوية بيطلق عليها اسم انجيل اوف ماندبل ومشهورة باسم جونيون الجزء الافكي من الماندبل بيسمى جسم الفك السفلي بادي اوف زا ماندبل وبيكون منحني للداخل على شكل كيرف وبيحتوي في مقدمته على جزء مدبب بيسمى مينتال بروتو برينس ده غير ان جسم الفك السفلي بيحتوي من اعلى على بروزات اسمها الفيولر بروسيسز مشابه للبروزات العظمية الموجودة في الفك العلوي والالفيولر بروسيسز بتستقبل جزور الاسنان الموجودة في الفك السفلي جسم الفك السفلي بيحتوي على السجب في كل ناحية اسمه مينتال فورامين بيمر منه كلا من المينتال ارتري والمينتال نيرف اما الجزء العمودي من الماندبل بيطلق عليه اسم ريمس وبيحتوي على نتوئين عظميين في اعلى النتوء الامامي اسمه كورونيت بروسيس والنتوء الخلفي اسمه كونديلويت بروسيس بيفصل ما بينهم سطح مقاعر على شكل كوس بيسمى منديبولر نوتش النتوء الامامي او الكورونيت بروسيس بتتصل بيه عضلات زي التمبراليز ماصل والمسيتر ماصل والنتوء الخلفي اللي هو الكونديلويت بروسيس بيتنفصل مع المانديبلر فصة الموجودة في التمبرال بون علشان يكون مفصل التي ام جي اللي هو تمبرو منديبلر جوينت فومر بون هي احد عزام الوجه الغير مزدوجة والتي تقع في خط منتصف الرأس والفومر بون بتشكل الجزء العزمي السفلي من الحاجز الانفي اللي هو نزل سيبتم وبتمتد الاعلى فبتتصل بالبينديكيولر بليت أوفيسمويت بون اللي هي الصفيحة العمودية للعزم الغربالي نزل بونز او عزام الانف هو عبارة عن عظمتين صغيرين باتصلوا ببعض فبيكونوا جسر عظمي وظيفته ان يحمي تقويف الانف من الداخل عزام الانفي بيتصل بثلاثة عزام وهما الفرونتال بول من اعلى والاسمويت بون من الداخل والمجزيرة لبونز من الاسفل اللاكريم البونز او العظم الدمعي هو عبارة عن عظمتين موجودين مباشرة خلف النازل بونز والاكريم البونز زي وزي اي عظم مزدوج في منه رايت وليفت والعظم الدمعي موجود على الجانب الداخلي لكل عين ومن اهم العلامات المميزة او الاندي ماركس الموجودة على اللاكريم البونز هو احتواءه على ممر عند مكان اتصال اللاكريم البونز بالمجزيرة الممر ده اسمه لاكريم البونز وده الممر اللي بتخرج من خلاله الدموع للعين وبيحتوى على جيوب دمعية بتتخزن فيها السائل الدمعي واللي اسمه البلاتين بونز او العظم الحنكي هو احد عظام الوجه المزدوجة واللي بيكون شكله قريب من حرف القل بيقع البلاتين بونز خلف النزل كافيتي اللي هو تجويف الانف بينكلا من المكزيلا والتروجيت بروسس اوف زاسفونيت بون بيتكون العظم الحنكي من جزئين جزء افكي وجزء عمودي الجزء الافكي بيتصل من الامام بالبلاتين بروسس اوف زامكزيلا فبيتكون الهارد بلات اللي هو الجزء الداخلي من سقف الحنك اما الجزء العلوي بيمتد الاعلى فبيتكون قسم من الجدار الخارجي لتجويف الانف ومن اهم اللاند ماركس الموجودة في البلاتين بونز هو احتواء على فتحة او قناة اسمها تريجو بلاتين فصة موجودة بين كل من التروجيت بروسس اوف زاسفونيت بون وبين المكزيلا والبلاتين التريجو بلاتين فصة مهمة لانها بتحتوي على الساكند ديفيشن اوف زا تريجيميلان نيرف اللي هو الكسم التاني للعصب الخامس واللي اسمه مكزيلا ري نيرف وبتحتوي على التريجو بلاتين جانجليون وبرضو بيمر منها الجزء التالت للمكزيلا ري ارتري اكبر عزام الوجه الغير متحرك هو عزام الفك العلوي مكزيلا ري بون وعزام الفك العلوي عبارة عن عظمتين بيلتحموا بعض في خط منتصف الجسم فبيتكونوا رأس او بروس حد بيطلق عليه اسم انتيريور نيزل سباين واللي اختصاره ان اس المكزيلا ري بون بتحتوي على اكبر الجيوب الانفية من حيث الحجم وهي المكزيلا ري ساينوس ده غير ان كل نحية من الفك العلوي بتحتوي على صقب موجود في السطح الامامي اسفل العين بيطلق عليه اسم انفراوربطال فورامين بيمر من خلاله كل من الانفراوربطال نيرف والبلات فيسلز عزام الفك العلوي بتحتوي على اربع بروزات عظمية وهما الفرونتال بروسس والزيجوماتيك بروسس والبلاتاين بروسس والالفيولر بروسس الفرونتال بروسس بيتمفصل مع العظم الجابهي في الاعلى والزيجوماتيك بروسس بيتمفصل مع العظم الوجني او الخدي والالفيولر بروسس موجود على السطح السفلي من المكزلة وهو عبارة عن انخفاضات عظمية بيستكر فيها جدور اسنان الفك العلوي والنطوء الرابع والاخير وهو البلاتاين بروسس وده بيمتد للخلف ويكون 3 ارباع سطح الحنك العظمي اللي هو هارد بلات والربع الاخير بيتكون من الجزء الافقي للعظم الحنكي واللي هو بلاتاين بونز هنتكلم عن الزيجوماتيك بونز اللي هو العظم الوجني او الخدي وهو عبارة عن عظم زوجي من عظام الوجه والزيجوماتيك بونز بيكون البروز الموجود في الخد اعلى الوجه وبيشارك مع الفرونتال بون في تكوين الجدار الخارجي للأوربت بيتمفصل الزيجوماتيك بونز مع الفرونتال بون من الأعلى ومع المجزلة من الأمام ومع كل من التمبرال بون والسفنويت بون من الخلف ومن أهم علامات الزيجوماتيك بونز هو وجود التمبرال بروزيس واللي بيمتد للخلف ويتصل بالتمبرال بون فبيكون الزيجوماتيك أرش الانفيريور نيزل كونكي أو الانفيريور نيزل تيربينيتس هم عبارة عن عظمتين من عظام الوجه بينشأوا من خلال المجزلة ريبونز وبيمتدوا بشكل أفكي خلال تجويف الأنف ومن السهل التعرف عليهم بسبب شكلهم الحلزوني الانفيريور نيزل كونكي بيبقى عرضها الاتصال مع السيبيريور والميدل نيزل كونكي اللي بينشأوا من الاسمويت بون وبيبقى أصغر حجما وموجودين برضو خلال تجويف الأنف وبالتالي بيتم تقسيم تجويف الأنف إلى ثلاث فتحات وهما السيبيريور نيزل ميتس والميدل نيزل ميتس والإنفيريور نيزل ميتس والانفيريور نيزل ميتس أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من كورسل سكال واللي هنتكلم فيه عن مفصل الـ TMG اللي هو الـ Temporomandibular Joint المفصل اللي بيسمح بالحركات الضرورية للمضغل من حيث التكوين العظمي لمفصل الـ TMG فبيتكون نتيجة اتصال الـ Condyloid Process الموجود في المانديبل بالـ Mandibular Fossa الموجودة في الـ Temporal Bone وبيكون موجود قدامهم بروز اسمه Articular Eminence of the Temporal Bone بيمنح حركة الـ Condyloid Process للأمان مفصل الـ TMG زي أي مفصل بيحتوي على كورس مفصلي اللي هو Articular Disk وعادة بيطلق عليه اسم منيسكاس والمنيسكاس موجود بينكلا من الـ Condyloid Process والـ Mandibular Fossa ووظيفته هو امتصاص الصدمات أثناء حركة الفك السفلي الـ Articular Disk بيحتوي على حزام أمامي وحزام خلفي Anterior Band وبosterior Band الـ Anterior Band بيتصل بالLateral Trigoid Muscle والحزام الخلفي للميسكاس اللي هو بـ Stereo Band بيحتوي على ألياف بتتصل بكل من الـ Timberal Bone والجانب الخلفي من الـ Condyloid Process الـ Articular Disk مش متصل بقوة مع المنديبلر Fossa بل بالعكس هو بيتحرك للأمام مع الـ Condyloid Process أثناء حركة الفك السفلي لذلك بيبقى في مجموعة أربطة بتحافظ على سبات واستقرار الـ Articular Disk عندنا أول ليجامنت هو الـ Timber Mandibular ليجامنت أو الـ Lateral ليجامنت بيحافظ على الاستقرار الخارجي للـ Articular Disk فبنلاحظ أنه بيمتد من الـ Articular Eminence وإزاي جوماتيك بروسس أو زيتين بيرال بون لحد ما يتصل بالجانب الخلفي لـ Condyloid Process والـ Articular Disk وغير وظيفة المحافظة والاستقرار الخارجي للـ Lateral ليجامنت برضو بيحد أو يقيد حركة المفصل للخلف ومن ضمن الأربطة المهمة الموجودة في مفصل الـ Timg هو الـ Collateral Legament وهما الـ Medial والـ Lateral Collateral Legament ومع العلم أن الصورة دي تبقى Chronal View الـ Medial Collateral Legament بيوصل الجانب الداخلي للـ Articular Disk بالجانب الداخلي للـ Condyloid Process والـ Lateral Collateral Legament بيوصل الجانب الخارجي للـ Articular Disk بالجانب الخارجي للـ Condyloid Process مفصل الـ TMG محاط بمجموعة عضلات بيطلق عليها جميعاً اسم عضلات المضغ Muscles of Mastication وهم أربع عضلات Temporalus Muscle Mastar Muscle والـ Trigoid Muscle وهم الـ Medial Trigoid Muscle والـ Lateral Trigoid Muscle نبدأ بالـ Temporalus Muscle واللي بتكون مروحية الشكل والـ Temporalus Muscle بتنشأ من الـ Temporalus Fossal وبتمتد إلى الـ Chronoid Process والـ Anterior Remus of the Mandible يبقى الـ Origin بالنسبة للـ Temporalus Muscle هو الـ Temporalus Fossal والـ Insertion هيبقى الـ Chronoid Process والـ Anterior Remus of the Mandible ووظفتها هي رفع الماندبل أثناء المضغ أما العضلة التانية والـ Aqua وهي الماستر مسل فبتنشأ من الزيجوماتيك أرش ممتدة إلى الـ Remus والـ Angle of the Mandible فبيبقى الـ Origin بالنسبة للماستر مسل هو الزيجوماتيك أرش والـ Insertion هو الـ Remus والـ Angle of the Mandible ووظفتها أنها بتشارك الـ Temporalus Muscle في رفع الفك السفلي والعضلة التالتة وهي الـ Medial Trigoid Muscle واللي بتنشأ من السطح الداخلي للـ Lateral Trigoid Process واللي اتكلمنا عنه في الجزء الخاص بالـ Siphonide Bone بتمتد بعد كده لتصل بالـ Remus والـ Angle of the Mandible فيبقى الـ Origin بالنسبة للـ Medial Trigoid Muscle هو الـ Lateral Blade of the Trigoid Process والـ Insertion هو الـ Remus والـ Angle of the Mandible والعضلة الرابعة والأخيرة من عضلات المضغ هي Lateral Trigoid Muscle واللي لها رأسين الرأس الأعلى بتنشأ من الـ Siphonide Bone والرأس الأسفل بتنشأ من Lateral Blade of the Trigoid Process وبتمتد لـ Condolean Process of the Mandible وظيفة الـ Medial Trigoid Muscle هو غلق الفك والـ Lateral Trigoid Muscle وظيفتها فتح الفك واللي اتنين مع بعض مسؤولين عن طحن الطعام عن طريق تحريك الفك السفلي من جانب لآخر على فتح الفك petite سatte ترجمة نانسي قنقر اهلا وسهلا بمتابعين الكرام هنتكلم في جزء الرابع من كورسل سكول عن البرونيزل سينيسيز اللي هي الجيوب الانفية والاختصارها بي ان اس والجيوب الانفية عبارة عن تجويف موجودة داخل الجمجمة وخلال عزام الوجه الجيوب او التجويف دي بتكون مليانة بالهوى وبتتصل بتجويف الانف اللي هو نزل كافتي عدد الجيوب الانفية اربعة او تتسمى بناء على اسماء العزام الموجودة خلالها ففي عندنا الاسمويد سينيسيز والمجزي لدي سينيسيز والاسفنويد سينيسيز والفرونتال سينيسيز اول حاجة نتكلم عنها هي الاسمويد سينيسيز وعلشان نفهم الاسمويد سينيسيز كويس لازم نبص بص صريع على تشريح الاسمويد بون واللي شرحنا قبل كده وموجود على القناة من ضمن فيديوهات عزام الكرينيوم المهم ان الاسمويد سينيسيز بتكون موجودة خلال الكردتين الموجودين على الجانبين والاسموهم لاترال ماسيز او لاترال لابرينسيز وعداتهم من 13 ل18 خلية بيتقسموا المجموعتين انتيريور جروب وبستيريور جروب التصريف الخاص بالانتيريور جروب بيبقى عن طريق الميد النازل ميتس وتصريف البستيريور جروب بيكون عن طريق السوبرير نازل ميتس بيفصل ما بين الانتيريور جروب والبستيريور جروب جزء اسمو بيزا لاميلا الصفيحة القاعدية ودي صفيحة عظمية بتوصل ما بين الميد النازل كونكا والجدار الداخلي للعين واللي اسمو لامنا بابريش مجزيلة ري ساينسيز اللي هي الجيوب الانفية للفك العلوي عبارة عن زوج من التجويف مسلسة الشكل موجودين في جسم المجزيلة بالتحديد اسفل الاربت على الجانب الخارجي من الانف التصريف الخاص للمجزيلة ري ساينسيز بيكون من خلال الميد النازل ميتس بيفصل بين المجزيلة ري ساينسيز وبين جدور الاسنان الموجودة في الفك العلوي طبق ارفيعة خالص علشان كده من الصعب التمييز بين اعراض التهاب الجيوب الانفية للفك العلوي وعدوى الاسنان الموجودة في الفك العلوي المجزيلة ري ساينسيز بتتميز بانها اكبر الجيوب الانفية حجما في الاشخاص البلغين في حين انهم بيكونوا تجويف صغيرة اثناء الولادة فبينمو ويزيدوا في الحجم التدريجي الى ان بيتوقف نموهم تقريبا عند السن 15 سنة السفينويد ساينسيز اللي هي الجيوب الانفية الوتادية عبارة عن زوج من التجويف الموجودة خلال جسم العضم الوتدي اللي هو body of sphenoid bone والسفينويد ساينسيز موجودة اسفل السلة تيرسيكا بتتصل السفينويد ساينسيز بالسفينو اسمويدل ريسيز واللي بيكون موجود مباشرة فوق السيبيريور نازل كونكا وبيتصل السفينو اسمويدل ريسيز بالسيبيريور نازل ميتاس وبالتالي بيكون التصريف الخاص بالسفينويد ساينسيز هو السيبيريور نازل ميتاس وده طبعا عن طريق الاسفينو اسمويدل ريسس الفرونتال سينوسيز اللي هي الجيوب الأنفية الخاصة بالعضم الجابهي موجودة في الجزء العمودي من الفرونتال بون وهم عبارة عن زوج من الخلال الهوائية بيفصل ما بينهم حاجز اسمه سيبتم ومن النادر جدا تطابق الخليتين في الحجم الفرونتال سينوسيز هي الجيوب الأنفية الوحيدة اللي ما بتكونش موجودة أثناء الولادة لأنها ما بتتكونش أو الهواء ما بتجمعش جواها غير بعد مرور 6 سنين من الولادة الدرينج أو التفريغ الخاص بالفرونتال سينوسيز بيبقى خلال الميدل نزل ميتس عن طريق الفرونتال ريسس اللي بيتوصل ما بين الفرونتال سينوسيز والميدل نزل ميتس التفريغ أو الدرينج الخاص بالجيوب الأنفية بيتم عن طريق مجموعة مختلفة من الفتحات واللي بنسميها أستيا الفتحات دي والقنوات الرأسية لتفريغ الجيوب الأنفية بتكون نظام أو وحدة متكاملة بيطلق عليها اسم أستوميتال يونت والاختصارها OMU واسمها برضو أستوميتال كومبلكس والأستوميتال يونت بتتقسم لجزء جزء أمامي اللي هو أنتيريور أستوميتال يونت والجزء الخلفي بأستيريور أستوميتال يونت الجزء الأمامي بيشمل الانفانديبلام وهنتكلم عنه كمان شوية والفرونتال ريسس والميدل نازل ميتاس والفتحات أو الأستيم الموجودة في الفرونتال والمجزيلة ريساينسز والأستيم دي عبارة عن فتحات موجودة في الجيوب الأنفية بتفتح بعد كده في قنوات التفريغ الخاصة بكل جيب فيبقى كده الأنتيريور أستوميتال يونت بيعمل حلقة وصل بين كل من الفرونتال والمجزيلة ريساينسز والأنتيريور جروب الخاص بالاسمويت ساينسز علشان يتصلوا في النهاية بالميدل نزل ميتس أما بالنسبة للبستيريور استيوميتال يونت بيشمل كل من السبيريور نازل ميتس والسفين واسمويدر ريسس اللي بيفرخ فيه الاسفينويد صينيسس فيبقى البستيريور استيوميتال يونت بيعمل شبكة بين الاسفينويد صينيسس والبستيريور جروب الموجودة في الاسمويد صينيسس علشان يصوبوا في النهاية في السوبيدير نازل ميتس نجي بعد كده للتركيب او الاستراكتشرز المهمة اللي بتكون منهم الاستروميتال يونت وهم الانفانديبولام والانسانيت بروسيس والسيمليونار هيتس والاسمويت بولا الانفانديبولام عبارة عن قناة دياءة مستطيلة الشكل بتوصل ما بين المجزيل الرساينس والميدل نازل ميتس والجدار الداخلي للانفانديبولام بيبقى هو الانسانيت بروسيس واللي عبارة عن طبقة عظمية على شكل هوك او خطاف بينشأ من اسفل الاسمويت بول نجي بعد كده للاسمويت بولا وذي عبارة عن خلية هوائية كبيرة من الانتيريور جروب للاسمويت ساينسس موجودة اعلى الانفانديبولام ومتصلة بالجدار الداخلي للعيم اخر استراكشور معانا هو السيمليونار هيتس وذي الفتحة اللي بينتهي عندها الانفانديبولام والسيمليونار هيتس موجودة ما بين الانسانيت بروسيس والاسمويت بولا العظام المحيطة بالعين بيطلق عليها جميعا اسم أوربت اللي هو حجاج او محجر العين والأوربت عبارة عن تجويف مخروط الشكل بيحتوي على كل من الجلوبس اللي هي قراط العين والإكسترا كولر ماسلز اللي هي عضلات العين والبلوت فيسلز اللي هي الاوعية الدموية اللي بتغزي العين والأديبوز والكونكتف تيشو وده الدهون والنسيج الضام ومعظم أجزاء الجهاز الدمعي بيتكون الأوربت نتيجة اتصال كلا من الفرونتل والاسفنويد والاسمويد ودول طبعا من عظام الكرينيوم ومن عظام الوجه بيشارك كلا من الاكريمل والمجزيلاري والبلطين والزيجوماتيك كل أوربت بيحتوي على روف اللي هو سقف وفلور اللي هو القاع وجدار داخلي ميديا الوول وجدار خارجي لاترال وول وأخيرا الإبكس اللي هي قمة الأوربت أو الجزء الخلفي من الأوربت سقف الأوربت بيتكون من الأوربت البليت الفرونتل بون والليزر وينج أو في سفنويد بون وعلى السطح الأمامي الخارجي من السقف بيتواجد فصة أو حفرة اسمها لاكريمل فصة الحفرة الدمعية وده الحفرة اللي بيتواجد فيها لاكريمل جلاند اللي هي الغدة الدمعية الجدار الداخلي للأوربت بيكون رفيع جدا وبيتكون من جزء من الفرونتل بروسس أوفزا مكزيلا واللاكريمل بون والإسمويد بون والبادي أو في سفنويد بون وبيتواجد على السطح الأمامي من الجدار الداخلي قناة صغيرة اسمها لاكريمل جروف بتحتوي على لاكريمل ساك اللي هو الكيس الدمعي وبالنسبة لقاع الأوربت بيتكون من المكزيلا والزيجومة والبلاتين بونز والجدار الخارجي بيتكون من الجريتر وينج وفيسفنويد بون والزيجومة نيجي بعد كده للجزء الأخير من الأوربت وهو البستيريور بارت أو ما يسمى إيبكس بيتكون الإيبكس بشكل رئيسي من الأوبتيك كنال أو ما تسمى أوبتيك فريمي والسبيريور أوربيتال فشر والإنفيريور أوربيتال فشر الأوبتيك كنال والسبيريور والإنفيريور أوربيتال فشر بتسمع بدخول وخروج تركيب مختلفة زي الأوعية الدموية والعضلات والإعصاب اللي بتوصل ما بين الأوربيت والميدل كرينيا الفصة الأوبتيك كنال بتتواجد بزاوية 37 درجة مع السيجيتال بلين والحدود الداخلية للأوبتيك كنال هي البادي أوفيسفنويت بون وسقف الأوبتيك كنال هو الليزر وينج أما بالنسبة للحدود السفلية والخارجية للأوربيت فبتتكون من الأوبتيك سترات أوفيسفنويت بون بيمر من خلال الأوبتيك كنال كل من الأفصالميك أرتري والأوبتيك نيرف السوبيريور أوربيتال فشر عبارة عن فجوة مسلسة الشكل موجودة بين الجريتر والليزر وينجيس أوفيسفنويت بون بتسمح بمرور كل من العصب الدماغي الثالث أكيولوموتر نيرف والعصب الدماغي الرابع تروكليار نيرف وأحد فروع العصب الدماغي الخامس وهو الأفصالميك برانش أوفيس تريجيمينال نيرف والعصب الدماغي السادس اللي هو أبديوسينس نيرف وأيضا بيمر من السوبيريور أوربيتال فشر الأفصالميك فينز نيجي بعد كده للإنفيريور أربيتال فشر واللي بيفصل ما بين الإنفيريور واللاتريال وولز أوفذ أوربيت بيمر من الإنفيريور أوربيتال فشر أحد فروع العصب الدماغي الخامس وهو المجزيلي برانش أوزاي تريجيمينال نيرف الشفة الداخلية للإنفريير أوربيتال فشر بتحتوي على قناة صغيرة اسمها إنفرا أوربيتال جروف بتمر خلال قاع الأوربيت وبتصبح قناة اسمها إنفرا أوربيتال كنال بتفتح في النهاية على السطح الأمامي للمجزلة فباللاحظ وجود فجوة صغيرة اسمها إنفرا أوربيتال فوريمل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة